بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستكمل اليوم نهاج الصف السادس الدرس الثامن والعشرون بعنوان الزكاة كما نعلم جميعنا أن أركان الإسلام خمس والتي تبدأ بالشهادة ومن ثم إقامة الصلاة ومن ثم إيتاء الزكاة ومن ثم صوم رمضان وتنتهي بحج البيت سنتحدث اليوم على ركن من هذه الأركان وهو إيتاء الزكاة سنتعرف على معنى الزكاة وعلى حكم الزكاة وعلى الحكمة من مشروعية الزكاة وعلى الأموال التي تجب فيها الزكاة نبدأ بمعنى الزكاة فالزكاة هو عبارة عن مقدار من المال فرض الله سبحانه وتعالى على الأغنياء يعطى للمستحقين شرعا كالفقراء والمساكين فالزكاة هو عبارة عن مقدار من المال معين فرض الله سبحانه وتعالى فهو فرض على فئة معينة من الناس وهم الأغنياء فقط فلا تجب الزكاة على الفقراء لكن تجب الزكاة على الأغنياء ويعطى لناس ولفئة معينة مستحقين شرعا لهذه الأموال مثل الفقراء والمساكين ويختلف الفقير عن المسكين فالفقير هو الذي لا يملك لا طعام ولا شراب ولا مال أما المسكين يملك القليل لكن لا يكفي بأن يسد جميع احتياجات التي يحتاجها فالزكاة هي عبارة عن مقدار معين من المال فرض الله سبحانه وتعالى الأغنياء بأن يخرج من أموالهم ويعطى لفئة معينة مستحقين شرعا منهم الفقراء والمساكين أما حكم الزكاة في ديننا فهو فرض ففرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على كل مسلم بلغ المال عنده النصاب المقرر شرعا معنى النصاب هو قدر معلوم من المال حدد الشرع لبدء وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة على من يملك المال القليل والكثير لكن هناك مقدار معين إذا بلغهم المال واجب على المسلم وفرض عليه بأداء وإخراج جزء من ماله للمستحقين شرعا كالفقراء والمساكين لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ففعل الأمر آتوا يعني ويدل على فرض ووجوب إخراج الزكاة من المال فمن أدى هذا الركم من أركان الإسلام نال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ومن امتنى عن أدائها استحق من الله سبحانه وتعالى الإسلام وغضب الله لأنه عطل ركنا من أركان الإسلام وأركان الإسلام هي أساسية في إيمان العبد فيجب عليه أن يقوم والإتزام بهذه الأركان خمسة منها إتاء الزكاة فمن أدىها نال من الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب وارتقى في منزلاته عند الله سبحانه وتعالى ومن امتنى عن أدائها نال من الله سبحانه وتعالى الإثم واستحق غضب الله لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له فالله سبحانه وتعالى يتواعد لصاحب الذهب ولصاحب الفضة الذي لا يؤدي حقها لا يخرج منها للفقراء والمحتاجين ولا يؤدي حقها الزكاة يقول له يوم القيامة صفائح تحمى في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره وكلما بردت هذه الصفائح أحمي عليها في نار جهنم وتوضع مرة أخرى على جنبه وجبينه وظهره لأنه امتنعا أداء هذا الركن من أركان الإسلام وهو أداء الزكاة أما الحكمة من مشروعية الزكاة فقد شرع الله سبحانه وتعالى وفرض هذا الركن لما يعود على المجتمع وعلى الفرد بفوائد عدة أول واحد منها هو تطهير هو تطهير لنفس الغني فالمثلم الغني عندما يلتزم بهذا الركن ويخرج الزكاة من ماله ويعطيها للفقراء يطهر نفسه من البخل بأن لا يسعى دائما إلى ادخال هذا المال لكن يستشعر بإخوانه المسلمين الفقراء والمحتاجين ويعطيهم وهذا أيضا يدعو إلى تطهير نفس الفقير من الحسد بأن يتمنى زوال النعمة عن أخيه الغني أخيه المسلم الغني فالله سبحانه وتعالى بوجوب الزكاة على الغني يطهر نفس الغني من البخل وأيضا يقوم على تطهير نفس الفقير من الحسد اثنين تنمية مال الغني الذي يزكي فالغني الذي يخرج من ماله ويعطي الفقير والمستحقين شرعا فالله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرزق لأنه التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى ثلاث سد حاجة الفقراء والمحتاجين فالفقير والمحتاج هو بحاجة لتوفير جميع احتياجاته الأساسية في هذه الحياة فبهذا المال الذي يخرج من مال الغني الذي يعطي الفقراء والمحتاجين يقوم على توفير جميع احتياجاته مما يعود على المجتمع أيضا حماية المجتمع من الفتن والجرائم التي تقع بسبب الفقر والحاجة فالفقير ليؤمن جميع احتياجاته قد يلجأ إلى فتن وجرائم مثل قتل مثل السرق لتوفير جميع احتياجاته فبإخراج الزكاة من مال الغني وعطاها لهذا الفقير يحمي المجتمع من وقوع عدد من الجرائم ويحميه من هذه الجرائم كالسرقة والجرائم القتل وغيرها من الجرائم أفكر كيف تسهم الزكاة في حل مشكلة الفقر في المجتمع لأنها تعمل على سد احتياجات الفقير والمحتاج الأساسية فبها إخراج الزكاة من المال الغني بيقوم على سد جميع احتياجات التي يحتاجها كما قلنا سابقا لا تجب الزكاة في أي مال لكن هناك أموال معينة أو جبها وبينها الإسلام تجب عليها الزكاة واحد الأنعام اثنين عروض التجارة ثلاث النقود والذهب والفضة أربعة الزروع والثماج وأول هذه الأموال الأنعام وهي الحيوانات التي تمشي على أربع مثل الإبال والبقر والغنم ولكل حيوان من هذه الإبال والبقر والغنم نصاب معين فنصاب الإبل لمن ملك خمسة من الإبل أو فأكثر واجبت عليه الزكاة والبقر لمن ملك ثلاثون من البقر واجبت عليه الزكاة والغنم والغنم لمن ملك أربعون من الغنم واجبت عليه الزكاة لكل واحد من هذه الأنعام نصاب معين اثنين عروض التجارة وهو الذي يملك المحال التجارية وهذه المحال التجارية تحتوي على البضاعة هذه البضاعة إذا بلغت بقيمتها النصاب ويستوفر جميع الشروط الزكاة التي ستتعرف عليها في صفوف قادمة إن شاء الله واجبت عليه الزكاة ثلاث النقود والذهب والفضة فمن ملك النقود أو الذهب أو الفضة وبلغت النصاب فتجب عليه أداء هذه الزكاة وإخراج جزء منها وعطائها للفقير أربع الزروة والثمار فمن ملك بستانا وهذا البستان قام على زراعة النباتات فيه والتعب عليها وهذه الثمار قد بلغت في قيمتها النصاب واجبت عليه أداء الزكاة وإخراج من هذا البستان أو من هذه المزروعات شيئا منها للفقير وإعطائها للفقير ننتقل إلى أختبر معلوماتي في صفحة 98 أبين معنى الزكاة الزكاة هو مقدار من المال فرض الله تعالى على الأغنياء ويعطى للمستحقين شرعا مثل الفقراء والمساكين السؤال الثاني اذكر حكم الزكاة في الإسلام حكم الزكاة في الإسلام فرض السؤال الثالث املأ الجدوى الآتي مبينا فوائد الزكاة لكل من المزكي والمال والمجتمع على المزكي يقوم على تطهير نفسه من البخل على المال تنمية مال الغني على المجتمع حماية المجتمع من الفتن والجرائم املأ الجدوى الآتي بكتابة نوع المال الذي تجب فيه الزكاة على البقالة نوع المال عروض التجارة عشرة ألاف دينار النقود خمسمائة رأس غنم الأنعام مزارع ناخيل الزروع والثمار اضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة ألف الزكاة ركب من أركان إيمان خطأ الزكاة ركب من أركان الإسلام با من لم يؤدي زكاة أمواله فلا إثم عليه خطأ من لم يؤدي زكاة أمواله عليه إثم جيم الزكاة تطهر نفسه يني من البخل صح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته